فضيحة كروية كبيرة جداً 6-0 في لقاء المركز الثالث والرابع في أولمبيات باريس منتخب الأولمبي المصري بقيالة النني وزيزو بيتغلبوا من المغرب 6-0 6-0 مش 1-0 مش 2-0 جمهور الكرة عارف يعني ايه 6-0 يعني كلنا فاكريين مات شغانة في تصفيات كسر عام 2014 أهلي والزمالك 6 واحد بتاع بيبوبشير يعني فكرة أنك تتغلب 6 ده ده أمر سخيف أوي في الكورة لكن الحقيقة أنا مش مستغرب مش هقولك مش متضايق لأنا متضايق جداً أنا بحبش منتخب مصري يخسر في أي حاجة مؤهل أو مش مؤهل مستوى كويس مستوى مش كويس أنت ما بتحبش منتخب بلدك يخسر فلما تخسر بالشكل ده من منتخب عربي شقيق الحقيقة لازم تسأل نفسك سؤال ليه إيه اللي وصلنا لهذه المرحلة المنحطة من الأداء ومن كل حاجة إيه الفرق اللي بيننا وما بين المغرب الفرق ببساطة أن فيه منظومة في المغرب بتشتغل على تطوير منتخبتها كلها فبيوصلوا سيمي فاينال كاس العالم وبيوصلوا دلوقتي لبرونزية الأولمبيات في أقل من سنتين ومنظومة تانية ماشية بالدراع ماشية بالفهلوة بيقودها سيء ذكر وراء مجموعة من أشباه البشر لا كفاءة ولا خبرة ولا أي حاجة كله بيجري وراء السبوبة كله بيجري وراء مصلحته كله بيجري وراء هو يعرف يأكل حتة من الترطة وينهب قد إيه نماذج فسدة نماذج مفسدة قضية أحمد رفعت وأحمد ديابو اللي عملوا فيها الرجل رئيس تحاد الكورة الجماعة اللي شغالين في الإعلام الرياضي المنظومة كلها منظومة عر ورأس المنظومة أشرف صبح وزير الشباب والرياضة اللي هو برضو وزير اللقطة راضع اللقطة من سيء الذكر رئيس الجمهورية عبدالفتاح سعيد خليل السيسي مليار وربع المليار جنيه اتصرفوا على هذه البعثة الأولمبية قال لك احنا حطين التارجت بتاعنا مش عارف من كام لكم مديليا وهنحط من رقم القياسي بتاعنا وهنكسر الدنيا خسارة ورا خسارة وفضيحة ورا فضيحة وخروج مذل ورا خروج مذل لحد ما بتخلص الأولمبيات تقريبا خلاص واحنا خدنا ميداليا برونزية واحدة يتيمة في سلاح الشيشة ولا في لعبة الشيش بتاعة محمد السيد وبس ومنتخب المصري بتاع الكورة مغلوب 6 صفر من المغرب والمنتخب بتاع اليد خسر من أسبانيا وحاجة بصراحة توجع البطن حاجة تقلب المعدة حاجة تقرف جات كل قرف منظومة مهزقة منظومة فسدة منظومة فشلة فشلين سياسة وفشلين إعلام وفشلين رياضة وفشلين كل حاجة حاجة تعر أقسم بالله مليار وربع المليار جنيه ظلمة بيتصرفوا عشان نروح نتهزق في باريس ونرجع المفترض مين يستقيل؟ المفترض مين يمشي؟ المفترض مين يتحاسب؟ المفترض إيه ط produce جماعة؟ يعني هي مصر ليه بقت صغيرة قوي على أديكو بالشكل ده؟ مصر ليه بقت يعني مش عايز أغلط بس منتخبات مصر اللي بيمثله مصر بقوا مهزقين ليه بالشكل ده؟ لأن اللي بيقود المشهد مهزق لأن اللي بيقود المشهد فاشل لأن اللي بيقود المشهد عبارة عن نصاب عبارة عن واحد فاسد ما هوش أهل كفاءة أصلا ولا أي حاجة خالص المشهد بتاع الستة صفر وفضيحة المغرب هو تكسيد للحقبة المنحطة اللي الرياضة المصرية عايشاها وللإعلام المصري عايشوا والسياسة المصرية عايشاها اللي الدولة المصرية عايشاها الحقيقة أنا مش مستغرب إن احنا نخلص الأولمبيات بفضيحة من المغرب ستة صفر لأن دا اللي يستحقه وزير زي أشرف صبحي ويستحقه رئيس زي عبد الفتاح السيسي ويستحقه الناس اللي بتشتغل الرياضة في مصر زي أي حاجة بالزبط زي رئيس الحكومة اللي بيقولك مش عارفين بكرة في إيه أهم شغالين بالبركة وشغالين باللقطة لكن للأسف اللقطة ألبت بغم وقرف كلمة واحدة في الآخر جاتكو القرف من أكبر راس فيكو لأصغر راس فيكو